طبعا بومل اللي هما بيتكلموا عليه زي ما قلت لحضراتكم بومل ده راجل فرنسي كان مساعد زي ما أنا قلت لمواطنه هيرفي رينارد اللي هو المدير الفاني طبعا منتخب السعودي حاليا وانفصل عن بومل بعد كده عن هيرفي رينارد بعد رحلة الأخير طبعا إلى السعودية اللي هو ده اللي قدامنا ده ده بومل اهو تواصل معه مسؤولة منتخب كودفوار عشان يتولى تدريب المنتخب الأول ويبدأ مهمة جديدة ولكن بعد كده رحل عن أفيال في إبريل الماضي وإحنا كسبناه بالمناسبة في أمم أفريقيا طبعا في الدور التاني لو تفتكر يعني هو فشل في الوصول لكاس العالم مع كودفوار وخرج من الدور التاني لبطولة الأمم على إيد المنتخب المصر لعب 24 مباراة مع كودفوار فاز في عشرة وتعدل في سبعة وخسر في سبعة وخلي بالك ده بيدرب مين كودفوار اللي هي بتعجب النجوم إحنا لسه هنروح ندور على الفشلة ما هو يا كده؟ مع الأسف إحنا مع كل الأسف يعني الغير فاهم مع كل أسف بيجلب أمور لا تقدم للكرة المصرية شيء على الإطلاق مع كل أسف هذا هو الأمر هذا هو الأمر حدش يزعل والحق ما يزعلش هذا هو الأمر أعتقد أنا كده خلصت كل أخباري